مشاهدين أصعد الله أوقاتكم إليكم الأحوال الجوية المتوقعة في البداية ملخص للأحوال الجوية طقس ربيعي معتدل أثناء النهار درجات حرارة حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل خاصة درجة الحرارة العظمى لكن أثناء الليل أجواء باردة تستدعي ارتداء معطر أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وعلى خرائط الحرارة نلاحظ أن هناك كتلة هوائية دافئة تؤثر على المملكة يوم الأحد ويستمر تأثيرها يوم السبت والأحد أيضا لكن هناك كتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد تقترب من المنطقة تبدأ يوم الاثنين بإذن الله وهذا واضح اقتراب اللون الأصفر من المملكة يوم الاثنين بشكل واضح وما بعد يوم الاثنين تؤدي إلى انقفاض واضح وملموس على درجات الحرارة أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء تميل إلى البرودة قليلا لكنها تكون باردة نسبيا بعد ممتصف الليل وخاصة في ساعات الصباح الباكر درجة الحرارة السعر المتوقعة في عمان 12 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم غدن الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء لطيفة درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 5 درجات مئوية ولكن الأجواء تميل إلى البرودة قليلا في الليل وما بعد منتصف الليل تكون الأجواء باردة نسبيا تقريبا العظمى المتوقع يوم الأحد 25 والصغرى 14 درجة مئوية يوم الاثنين تنشط الرياح وأيضا هناك هبات قوية أحيانا تكون مثيرة للعبار والأتربي وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وجعل الأجواء مغبرة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة خاصة المناطق الصحراوية ويوم الاثنين انخفاض على درجات الحرارة بحيث تكون قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة لأن معدل درجة الحرارة العظمى في مثل هذا الوقت من السنة هو بحدود 20 ومعدل درجة الحرارة الصغرى أصبح الآن بحدود 10 درجات مئوية لكن الاثنين نتوقع العظمى بحدود 21 والصغرى 8 درجات أجواء باردة بالليل بشكل واضح نرجو من الجميع ارتداء معطف لأن الأجواء باردة وهناك تغير كبير في درجات الحرارة خاصهم الاثنين والثلاثاء الثلاثاء انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في النهار ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها على الأقل ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية والأجواء باردة في الليل ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها العظمى يوم الثلاثة 16 بينما الصغرى 6 درجات مئوية الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة المناطق الشمالية إربد 26 قمستاش أجواء لطيفة ومشمسة بالنهار لكنها تميل قليلا إلى البرود بالليل عجلون 27-14 جرش 29-17 المفرق أجواء مبرة 29 إلى 15 درجة مئوية المناطق الوسطى البلقاء 25-14 مأدبة 26-14 بحر الميت 33-20 عمان 25-14 الزرقاء أجواء مبرة والعظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء لطيفة بالنهار لكنها تميل قليلا إلى البرود بالليل الكرك 26-14 الطفيلة 24-15 الشراح 22-14 العقبة 33 إلى 22 ومعان 29 إلى 16 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء مبرة وأيضا معتدلة إلى حارة نسبيا في النهار الأزرق 34-17 أجواء مبرة صفاق 31-17 والرويشد 31-14 درجة مئوية أعزائي المشاهدين نتمنى الجميع على السلامة وكل عام وأنتم بخير ونتمنى لكم أوقات سعيدة ورمضان كريم ولكم أجمل تحية من تقصر عرب النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة